السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اوعتي أس وابدأ من جديد واستمع إلى تلك النماذج من قصص الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين في البداية عايز أقول لو حصل لك عثارات في حياتك أو لو حصل لك أي عثارات في حياتك أو فأت كل شيء فلا تيأسوا أبدا أحسنوا الظلن بالله توكلوا على الله خذوا بالأسباب وابدأوا من جديد وأبشروا بكل خير فالله عز وجل هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء الذي قال سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وقال ورحمتي وسعت كل شيء وقال سبحانه وتعالى ورحمتي سبقت غضبي ورحمتي غلبت غضبي والله أرحم بنا من رحمة الأم بتفلها الرضيع سيدنا نوح عليه السلام تسعمية وخمسين سنة يدعو إلى الله عز وجل ولم يؤمن معه إلا تمانين واحد فيصنع السفينة بأمر الله ويسافر لمكان آخر ليكمل دعوته في مكان جديد ولم يأس أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام يدعو بني إسرائيل ويصبرهم على ما حدث لهم من بطش فرعون ويقول لهم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ويخرج بهم من مصر ويصل إلى البحر ويدركه فرعون وجنوده فقال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعساك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم وانفلق البحر إلى نصفين ونجاهم الله عز وجل ومروا إلى الشاطئ الآخر ودخل فرعون وجنوده وغرقوا جميعا ومع كل هذه المعجزة العظيمة التي رأوها بمجرد معد النحية التانية قال جل وعلا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون أنت لسه ربنا منجيكم من البحر عايزين تعبدوا أصنام زي ما الناس دي بتعبدوا أصنام ومع ذلك لم ييأس أبدا سيدنا موسى وبدأ معهم الدعوة من جديد بفضل الله سبحانه وتعالى سيدنا يونس عليه السلام يدعو قومه فيرفضه ويأبوا إلا أن يكفروا بالله فيخرج من قريته مغاضبا ولم يستأذن ربه عز وجل فتكون العقاب أو يكون العقاب فيلتقمه الحوت ولكنه لما يعني بدأ يدعو ويسبح بحمد الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فشفعت له الملائكة عند الله عز وجل فأمر الله الحوت فلفظ يونس عليه السلام على شاطئ البحر وأنبتنا عليه شجرة من يقطين فجلس في ذلك المكان في ظل شجرة اليقطين كان يأكل من شجرة اليقطين ويشرب من مائها ويستظل بظلها إلى أن استعاد عافيته ثم قال جل وعلا وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون وبدأ معهم الدعوة من جديد بفضل الله سبحانه وتعالى قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها يعني هل لا كانت هناك قرية واحدة من الكرة التي أهلكناها تابت من الكفر وأخلصت الإيمان عند معينة ورؤية العذاب فينفعها إيمانها في ذلك الوقت إلا قوم يونس أي غير قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا يعني أنهم لما تابوا من الكفر وآمنوا بالله رفعنا عنهم العذاب المخزي المهينة في الدنيا ومتعناهم إلى حين يعني إلى انتهاء آجالهم بفضل الله سبحانه وتعالى فصبر يونس عليه السلام ودعاهم إلى الله وعاشوا مرة أخرى على التوحيد وعلى الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى ولم يأس أبدا بل استمر في دعوته سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه يبعث عمره أربعين سنة ويظل في مكة تلتاشر سنة يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد ولم يؤمن معه إلا القليل بل حاربوه أشد المحاربة وآذوه وآذوا أصحابه صلى الله عليه وسلم وضعوا سل الجزور على ظهر ورموا الترابة فوق رأسه وترد النبي من مكة صلى الله عليه وسلم هو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجون منك ما خرجت سبحان الله ويؤذى في أصحابي وتأخذ أموالهم وتأخذ بيوتهم ويقتل بعض أصحابي ومع ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وبدأ الدعوة من جديد حتى أصبح أصحابه في خلال عشر سنوات مئة اربعة وعشرين ألف صحابي بفضل الله سبحانه وتعالى فالشاهد لا تيأسوا مهما حدث لا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله وأحسنوا الظن بالله وتوكلوا على الله واخذوا بالأسباب واستعينوا بالله وابدأوا من جديد وأبشروا بكل خير بفضل الله سبحانه وتعالى فالله هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء أسأل الله عز وجل أن يوفقكم في الدنيا الآخرة وأن يجمعني إياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته